كما أكد رئيس السنغالي معكي سالة على ضرورة توصل التفاق بشأن سد النهضة يستند على التفاهم وتحقيق المصالح المشتركة وأوضح سالة أن المباحثات مع الرئيس سيسي تناولت مناقشة مشكلة القارة الافريقية وأكد على ضرورة أن يكون للقارة صوت واحد مشيرا إلى أن مصر دولة صوتها مسموع في كل أنحاء العالم واصفا إياها بدولة المستقبل تحدثنا عن سد النهضة وعن ضرورة توصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة لاستخدام أقصى وأفضل ويرتجزع التشارك بين الدول وقد هنلأت سيد الرئيس سيسي لزعامته التي تأتي في إطار الدول الأساسي الذي تلعبه مصر في إفريقيا وفي العالم بأسره إن مصر دولة حضارة قديمة لامعة إنها دولة محورية بالنسبة للقارة وصوتها إن مصر يستمع إليها بإنصاط وباهتمام بالغ إن مصر دولة المستقبل